الغريب أنه كان يصف نفسه طول الوقت بالكسل أنهي نوع من الكسل اللي يخلي في حد عنده هذا الكم من الانتاج البديع مش انتاج وخلاص ده كسل إيه ده؟ ياريتنا كلنا كسلانين زي صباح جاين لما كنت بقولك حتى قبل ما ندخل على الهوى وإحنا قاعدين فقلت لك هو توفى مكتائب قلت لي حتى في اكتئابه هو اكتئاب صلاح جاين اكتئاب تاني خالص أه طبعا ورأيه طول وقت الناس كانت بتعامل مع الاكتئاب ولحد اللحظة فيه ناس بتتكلم عن اكتئاب صلاح جاين بشكل مش صحيح يعني لو هنتكلم عن شكل علمي يتكلم عن دكتور رحمة عكاشة لكن بشكل إبداعي لازم نكون فاهمين أنه هو اكتئاب وفق كل المصادر كلها أنه اكتئاب بعد 67 جميل ما تيجي نشوف انتاجه وإيه بعد 67 ده من 67 ل86 كويس عمل ملاحم يعني منها أبسط حاجة على اسم مصر دي من الحاجات التي تطعت فترة الاكتئاب عمل كل تعاونه مع زوحة حسني بعد الفترة دي أحمد زاكي بعد الفترة دي هو فيه مكتئب يكتب هو وهي منتهى البهجة صحيح وهو بيعمل ده برضو كان أحمد زاكي يروح له وأحمد زاكي مكتئب فيطلعه من الاكتئاب هو فيه مكتئب هيطلع حد من الاكتئاب ازاي سعد حسني لما مات قالت كان زي الجبل اللي بنروح نرمي هممنا عليه هو حد يقدر يرمي هممه على واحد مكتئب فالفكرة أنه حتى اكتئاب صراحة جاهين يدرس بأنه اكتئاب صراحة جاهين مش المسألة بالشكل السينمائي أنه قفل عليه ومش عايز عام مع الناس وخلاص لا الموضوع ما كانش كده خالص الموضوع انه إنتاج عظيم في كل المجالات في تفصيل أهم كمان أنه برضو بعد 67 هو كان بيرسم كاركاتير كل يوم يدحك الناس فبرضو عشان الناس برضو يعني الفكرة رسام كاركاتير الأول في مصر والوطن العربي هو أشهر واحد كان مكتئب في الوطن العربي يعني فازاي الكاركاتير اللي هو سخرية في حد ذاته هو بيعمله يسخر طولة هو مكتئب فالمسألة دي عشان تصنفه على الاكتئاب التقليدي اللي احنا بنسمع عنه يعني أو بيطلع في التلفزيون أو ما لزيلي لأ هو صلاح جاهيم مدرسة كبيرة جدا لدرجة أنه اكتئابه كان فيه تفرد في الانتاج اللي معا الاكتئاب لدرجة أنه حتى لما كان بيروح يتعالج برة ما كانش بيصدقوا أن ده رسام كاركاتير العبقري العظيم أن ده أشهر رسام كاركاتير في مصر فلما يتكلم معاه هو أنت بتشتغلي رسام كاركاتير فالهو إزاي يعني إزاي أنت جاهلنا عشان عالجك من الاكتئاب اكتئاب إيه وانت بتعمل ده فهو لأ يعني كان كل تفصيلة بيعملها أقرب لطفل بيلعب فهو من كتر موهبته أنا طول الوقت يعني رأيي أنه هو عامل زي ميسي كده في الكتاب هو بيكتب ويساب إيده هو مش محتاج يبزل مجهود كريستيانه ومش محتاج يرب عضلاته ومش محتاج يبزل جهد في التامي مش هتعمل أي حاجة هو أول ما الكرة هتجيله محدش هشوفه تاني فهو صلاح جاهيم كان كده عشان كده كان عنده من الثقة في النفس إنه بقى قوى منه فكانش شغل باله وهو بيقدم ناس في الكاركاتير إنه حد يغطي عليه هو كان رئيس تحرير مجال الصباح خير وهو بيعمل ده كان بيعلن سيطرة الرسامين على صباح خير فبيطلع على مصر يعني جبابرة الكاركاتير في وطن العربي وهو برضه سايب إيده ومش شغل باله بالمنافسة